إذن أيها الأحباء النجاح عدم السقوط إنك تفهم دي كلها معونة ربنا أيضا لكي نستعد ونجاهد روحيا ليه؟ إذا فهمت إن الصلاة مهمة لحياتك هتبدأ تصلي بانتظام وباستمرار لو فهمت وصية ربنا لنا صلوا كل حين صلوا بالانقطاع لو عرفت أن الصلاة تستمطر مراحم الله لو عرفت أن الصلاة شفوا شعب نينوة لما صام الجميع ولبسوا مسوح وصرخوا إلى الله وتزللوا ورجعوا عن طرقهم الرديئة وعن الشر اللي في إيديهم يقول ليه الكتاب في نهاية الأصحاح الثالث رجع الرب وندم عن الشر الذي كان سيصنعه بنينوة ولم يصنعه إذن الصلاة تستمطر مراحم الله عشان كده جميل الكتاب يقول لنا صلوا كل حين صلوا بالانقطاع وكنيستنا تدلنا سبع صلوات في اليوم نصليهم اسأل نفسك هل أنت منتظم على الصلوات اللي مديها لك الكنيسة ولا أنت أيضا إذا فهمنا أننا نحن غرباء في هذا العالم والجميل أيها الأحباء أنه كل أداس نصلي نقول نحن الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك والغريب ما يتمسكش بحاجة يتمسك لا بمال ولا بخناء ولا كرامة ولا إثبات ذاته لا إنسان الغريب يحس أنه بيأضواته مسافر فنحن في العالم غرباء سنمضي من هذا العالم والكتاب يقول ليس لنا مدينة باقية هنا ولكننا نطلب العتيدة التي بانيها وبريها الرب يسوع كلنا بنعيش في العالم فترة غربة وهنرحل من هذا العالم ماذا أعددت أيها الأخ وماذا أعددت أيها الأخت للأبدية ولقاء ربنا إذا فهمنا قيمة الصلاة انتظمنا في حياة الصلاة إذا فهمنا أننا غرباء ما نبقى أش متمسكين بالدنيا أوي لا يعيش زي ما بيقول الكتاب يستخدمون العالم كالذين لا يستخدمونه نشعر إلى المال وكل ما في أمور العالم إنها وسيلة أيضا لو فهمنا أيها الأحباء إن احنا هنرحل من هذا العالم نبقى مستعدين لهذه الساعة جايز كلنا أمام الموت بنبقى فاكرين الساعة دي قوي ونقول يا سلام فلان دا كان مبارح فلان دا أنا شايفه الأسبوع دا فلان كان بصحته فنبدأ نتأثر لكن بعد شوية نخرج نعمل ننسى نقول لا دا احنا شباب ولسه بدري لكن لو تذكرنا زي ما بيقول الناس البسطة هنا يقول لك حياتنا على الأرض زي القطر كل واحد تيجي محطيته يعمل ينزل فجميل إنه نبقى مستعدين لهذه الساعة عارفين إننا هنرحل من هذا العالم وطالما هنرحل يبقى فيه حساب وفيه دينونة وفيه حياة أخرى وفيه ربنا هيقول نعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمين فالقليل أقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك لو عرفنا أن الخطيئة خاطئة جدا يبقى كل واحد مننا إذا في خطيئة يتوب عنها وإذا عرضت عليه الخطيئة يرفضها لأنها كما يقول الكتاب الخطيئة خاطئة جدا أيضا لو عرفنا أو فهمنا الآية اللي بتقول أن الله يقاوم المستكبرين لأننا كل الناس متواضعين ولو الناس متواضعين مش ألاقي خصام ولا خلاف ولا مشاكل وللأ الناس تحيا في سلام وفي محبة إذن أيها الأحباء لكل إنسان يسلك في الكبرياء تذكر أن الله يقاوم المستكبرين والخطيئة الوحيدة اللي ذكر فيها الكتاب المقدس أن الله يقاوم المستكبرين ونعرف أن ستنائيل الملاك الذي سقط سقط بالكبرياء الأرفع كرسي أصير مثل العلي فالملاك ميخايل قال له من مثل الله شكرا